إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها الإخوة المسلمون وأيتها الأخوات المسلمات المربين منهم والمربيات الآباء منهم والأمهات أحييكم بتحية الإسلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في درسنا السادس من دروس سلسلة ميثاق العبودية نعم هذا هو الدرس السادس من السلسلة وهو الدرس الثاني من الجزء الثاني وفي هذا الدرس إن شاء الله سنتعرف على معنى التربية لغة واصطلاحة وسنسحل هذه المفاهيم حتى يفهمها البسطاء من الآباء والأمهات وأيضا سنتحدث عن موضوع التربية أي عن أي مرحلة عمرية نتحدث موضوع التربية هل نحن نتحدث عن الأطفال وأي سن أو الشباب وأي سن وهكذا ثم نتناول من هم المربون من هؤلاء الذين يقومون بالعملية التربوية أولا التربية في اللغة مشتقة من ربا يربو بمعنى زاد ونما شوف لفظ التربية بمعنى الزيادة والنماء ومنها قول الله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي زادت أي خرج منها ثمر يعلو سطحها ومنها قول الله تعالى وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين والربوة هي الشيء المرتفع عن سطح الأرض وقول الله تعالى وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون والتربية في الإصطلاح هي تنمية جميع جوانب شخصية الطفل النفسية والعقائدية والأخلاقية والجسدية والاجتماعية في ضوء القرآن والسنة في ضوء الشريعة الإسلامية طبعا هذا الكلام قد يبدو عظيما أو كبيرا أو غير مفهوم على الكثير من الناس ولكن اصبر اصبر العلم لا يأتي نحن اتفقنا أن التربية علم يتعلم نحن اتفقنا على هذا وقلنا أن كثير من الناس يظنوا أن التربية أمر فطري يكتسبه الإنسان وهذا خطأ خطأ كبير جدا وهذا هو السبب وراء انخفاض الوعي التربوي الذي نلحظه والنتاج بين واضح ظاهر في المجتمع أطفال ليسوا على مستوى من التربية ولذا أنا أنصح أن تصبر قد تبدو هذه المفاهيم صعبة أو كئيبة بعض الشيء ولكنها يعني نحن نؤصل للموضوع أنا حتى الآن حقيقة هو تأصيل الموضوع تأصيل علمي أهو يعني التربية تنمية يعني تنمية يعني إيصال تبليغ الشيء إلى كماله تخيل أنك توصل الشيء إلى كماله شيئا فشيئا أهو تبقى رأيك في هذا التعريف أترك تنمية جميع جوانب شخصية الطفل النفسية والعقائدية والأخلاقية والجسدية والاجتماعية في ضوء الشريعة الإسلامية أترك كل هذه الأمور التي قد يعني تؤلمك إيه رأيك في هذا المعنى التربية هي تبليغ أو إيصال الشيء إلى كماله شيئا فشيئا أهو على أي حال كلا التعريفين يتضمن الخطوات التالية يتضمن الخطوات التالية سواء التعريف الاسطلاحي الأول وهو تنمية جميع جوانب شخصية الطفل النفسية والعقائدية والأخلاقية والاجتماعية والجسدية في ضوء الشريعة الإسلامية أو إذا اخترت التعريف الثاني وهو إيصال الشيء إلى كماله شيئا فشيئا فكلاهما كلا التعريفين يتضمن خطوات مهمة الخطوة الأولى المحافظة على فطرة الناشئ ورعايتها يبا ما نستفيد من هذا التعريف دورك كمربي أن تحافظ على فطرة هذا الناشئ اللي هي الإسلام فطرة صالحة غير عند النصارى عند المسلمين الفطرة طيبة كل مولود يولد على الفطرة اللي هي الإسلام يبا إذن المحافظة على هذه الفطرة وقد كررنا هذا الكلام في أول السلسلة ونقوله مرة ثانية يبا المحافظة ورعاية هذه الفطرة تنمية المواهب الخطوة الثانية تنمية المواهب واستعداد داتها يعني أو توجيه هذه المواهب نحو الكمال ونحو الصلاح موهبة الكلام مثلا الخطابة الولد عندك بيتكلم اتنمي هذه الموهبة وتبين له أن الكلام كله لازم أن يكون كلام في ذكر الله أو كلام بناء ما ينفع أن أنت يعني تتحدث هكذا بدون أي مقصود للكلام ولا بد أن يكون في هذا الكلام منفع وفائدة طيب تجده عندك مثلا يحب الرياضة تعلمه الفروسية والسباحة وركوب الخيل والرمي إن استطعت إذن تنمية هذه المواهب والقدرات التي يتمتع بها طفلك زادت أم قلت زادت أم قلت أي موهبة تجدها في طفلك تنميها حتى تصل إلى كمالها بصورة تنفع هذا الطفل في الدنيا يصبح إنسانا فعالا في الدنيا وأيضا تجلب له الآخرة الخطوة الثانية وهي يعني بين من شيئا فشيئا اللي هو الموضوع يحتاج إلى التدرج إلى التدرج لا بد من التدرج في العملية التربوية حالا فحالا طبعا إيصال الشيء إلى كماله تنمية الطفل في شتى جوانب شخصيته حتى يصل إلى الصلاح وإلى الكمال وهذا بالحفاظ على الفطرة وتنمية تلك المواهب والاستعدادات الفطرية وتوجيهها إلى كمالها وصلاحها بالتدرج ما ينفعش مرة واحدة بالتدرج بالتدرج طبعا هذا التعريف أو هذه المعاني موجودة عند غير المسلم يعني هذا التعريف للتربية عند غير المسلم أيضا ومن هنا تتأتى لفظته في ضوء الشريعة الإسلامية أنت كده حددت الموضوع أنت كده ربطت هذه التربية بالإسلام بالدين طيب ماذا تقصد إذا ربطها بالدين أقصد تحقيق أهدافا ثلاثة من وراء العملية التربوية ذكرها الله سبحانه وتعالى في صدر سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر رب العالمين يقول لك الإنسان خاسر إلا إذا حقق هذه الأهداف الثلاث أولا الإيمان بالله والاستسلام لشريعته والإيمان بالغيبي الإيمان بالله والإيمان بالغيبيات هذه الأهداف إنك تخرج طفلا يؤمن بالله وهذا الإيمان يدفعه إلى الاستسلام للأوامر والنواهي وأيضا إلى الإيمان بالغيبيات أنا حكلم عن جن حكلم عن ملائكة حكلم عن قدر حكلم عن عذاب قبر فهذه الإيمانيات هذه الإيمانيات ثم ثانيا تربية النفس هذا والهدف الثاني على الأعمال الصالحة سواء كانت عبادات أو أخلاقيات أو الخلق عند المعاملة عند معاملة الغير هذه العبادات بعضها يومي أن أدربه من سن صغير على المحافظة على الصلوات الخمس أن أدربه على صيام رمضان أن أعلمه معنى الزكاة وهكذا كل هذه الأمور الهدف الثالث والأخير أن تربي هذا الفرد بحيث يكون جزءا من المجتمع الذي يتواصى بالحق ويتواصى بالصبر صبر على الشدائد ويتواصى بالحق أي أنه يأمر بمعروف ويؤمر به ينهى عن منكر وينهى عنه أنك تتخرج هذا النوع من الشخصية هذه الأهداف إذا ذكرنا هذه الأهداف وبها يصبح هذا الفرد صالحا في المجتمع وبها ينجو من النار لأن الخسران هو النار الخسران هو النار والعصر إن الإنسان لفي خسر ثم جاءت إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحان لكي تحقق هذه الأهداف ويعني هذه أهم نقطة في الموضوع كله لكي تحقق هذه الأهداف لا بد من أسس تبني عليها قواعد حاجات معينة لابد من أول يوم أن تبدأ أن تعلم طفلك هذه الأمور واحدة فواحدة لكن لابد أن تكون على قدرة أن أنت توصل هذه المعلومة للطفل بسموها الأسس الإسلامية للعملية التربوية في أسس معينة اللي هو إيه ماذا تقصد وهذا تفسير في ضوء الشريعة الإسلامية اللي وردت في آخر تعريف التربية إيصال الشيء إلى كماله حالا فحالا شيئا فشيئا على ضوء الشريعة الإسلامية يعني إيه أحقق هذه الأهداف الثلاثة فرد يؤمن بالله يؤمن بالغيب فرد يستسلم لله فرد يتعبد لله فرد صاحب خلق فرد معاملته معاملة صالحة مع الناس وأيضا فرد يأمر بمعروف وينهى عن منكر وأيضا يقبل أن يؤمر وينهى ويصبر على هذه الشدائد لتحقيق هذه الأهداف الثلاثة لابد أن تجعل ولدك ينظر إلى نفسه وإلى من حوله من الناس نظرة في إطار الشريعة في إطار الدين في نور الوحي وأن ينظر إلى الكون من حوله نظرة في ضوء الوحي أو على ضوء الوحي وأن ينظر إلى الحياة بمجملها نظرة على ضوء الوحي كلام كبير لكن مهم ولو فهمت لعلمت كيف تربي ولدك لو فهمت هذا الكلام فهما صحيحا لفهمت ولعلم كيف تربي ولدك أنت الآن جاءك هذا الطفل يعني تخيل الحضانات التي يوضع فيها الأطفال حضانات أنت الحضانة هكذا أسس معينة من أنا الطفل هذا يسأل من أنا تقول له أنت مخلوق هذه أمور تزرعها الله خلقك ونفق فيك من روحه ولست كباقي المخلوقات ولكنك مكرم ولقد كرمنا بني آدم يكفيك أن الله سبحانه وتعالى نفق في أبيك آدم من روحه وخلق آدم بيديه صنعت أبونا آدم أبينا آدم عليه السلام يكفيك طيب هذه مهمة طيب إيه فايدة هذه حتى يرى نفسه أنه فوق هذه المخلوقات التي من حوله هو كرم كرم بهذا العقل أيضا كرم بشيء آخر بالأمانة وحملها أهو بحرية الاختيار بالتمييز بين الحق والباطل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها له أنت مخير سبحان الله طيب هل هذا الاختيار لا عواقب له لا في عواقب عواقب في الدنيا العقاب عقاب الشريعة عقاب المجتمع والجزاء في الآخرة ما هو رب العالمين لما ذكر الأمانة ذكر مباشرة خلفها العقوبة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله لم هنا لم إيه لم السببية ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات أي الذين خرجوا الذين خرجوا من هذا الإطار وحققوا إطار سورة العصر الذين خرجوا من الخسران وحققوا هذه الأهداف الثلاثة يتوب الله عليهم هذا يبين لك أنك أيضا لا تربي ولدك أنه سيكون كاملا وأنه في بعض الأحيان سيسقط في اختياراته وسيسقط في حكمه على الأمور لطبيعته البشرية أو لسوء فهمه للأمور أو لتأويله تأويلا خاطئا لما يحدث من حوله ولكن لا بد أن تنمي فيه أيضا أن الله يتوب على من آمن بالله وأسلم له ونأتي إلى هم شيء إن الإنسان ينظر في نفسه ومهمته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون له يا سلام لو ربيت ولدك على هذه أنت مخلوق لتعبد الله نعم الله خلقك وكرمك وأعطاك حرية الإختيار وترك لك المساح وأخبرك بالثواب والعقاب ولكن في نهاية المطاف الغاية والهدف من خلقك ومن خلق كل بشر هو أن تعبد نفسك لله يعني هذه أسس لا بد أن تبنيها لأن الكلام الذي سيأتي بعده سيكون على هذه الأسس هذه الأسس لا بد من بنائها من وأنت أعلم بطفلك أنت أعلم بطفلك الله من نؤين الله صلي هذه الأمور آه العقاب جنة نار هذه الأمور لا بد أن يعني تحاول أن توصلها إلى طفلك حتى يتعين عليه أن يفهم مهمته في هذا الكون ثانيا يعني الإنسان يختلط أو الإنسان يتعامل مع المخلوقات يتعامل مع الهواء يتعامل مع الماء يعني في علاقة بينه وبين الشمس بينه وبين القمر يا سلام لو الإنسان فيهم معاني الربوبية لأن استطعت أن تزرع أن تزرع في قلبي ولدك وفي عقله الربوبية الكون الله خالق كل شيء طيب من الذي يدبر من الذي يدبر المخلوقات هذه من الذي يرعاها من مالكها آه إن استطعت أن توصل هذه المعاني بل هناك معنى آخر أعظم وأعجب أن جميع هذه المخلوقات في قنوط لله سبحانه وتعالى وفي عبادة ولكن بلغة لا نفهمها تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم كأنك تقول لطفلك يعني إذا أسست هذه الأسس السليمة انظر يا بني تخيل أنك تسير في طريق مزدحم جدا بالناس يعني تخيل أنك تسير في شارع مزدحم جدا بالناس طيب هل السير في اتجاه المسير في الاتجاه الذي يسير فيه الناس أسهل أم السير عكس الاتجاه وصل هذه المعلومة لطفلك الكون كله يسير في اتجاه واحد طيب أنت إذا أسلمت كنت جزءا من هذا المسير كنت جزءا من هذا الكون أما إذ لم تستسلم مشيت عكس الاتجاه تعبت وتعب حياتك تتعب في حياتك تخيل هذه المعالي دي أسس لابد منها أسس هنبني عليها هتطلع منها بميكانزم بأساليب وطرق كي تنم الجانب العقدي الجانب الإيماني الجانب الديني الجانب الأخلاقي الجانب التعبدي كل هذه التنمية لم تحدث إلا على أسس معينة لابد أن تبنيها وهذه الأسس لا توضع مرة واحدة أنت كل مرة عايز تنمي طفلك عقائديا لعلك لابد أن تأتي بالأساس مرة ثانية إذا أردت أن تنميه من ناحية العبودية لله سبحانه وتعالى قد تحتاج إلى الذهاب إلى الأسس مرة ثانية إذا أردت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذا أردت أن تتحدث عن طفلك لطفلك عن الجزاء والعقاب لابد أن تذهب إلى حرية الاختيار الأسس لأن الإنسان وديناه النجدين لكن في نتيجة في عقاب وفي ثواب لهذه فهذه أسس أنت حتبني عليها العملية التربوية فأنا لا أقصد أنت حتضعها مرة وخلاص لأن تحتاج إلى وضعها في كل مرحلة سنية وعمرية وعقلية لطفلك لأن الطفل بينمو أنت إن استطعت أن تزرعها مبكرا قضي الأمر قضي الأمر وهذا أمر مهم جدا ولكن لا بد أن تحاول جاهدا أن تزرعها في أبذر مرحلة عمورية هذه النظرات والأسس الإسلامية في العملية التربوية الكون كله قانت لله سبحانه وتعالى نذهب إلى نظرة الإنسان إلى الحياة أنا أنا عايز الطفل بتاعي ده بإيه الحياة عنده شوف موضوع مهم جدا هذا الموضوع وحينبني عليه أسليب تربوية خطيرة طيب إيه إزاي الحياة دي بدأت يا ابني إزاي بدأت هتكلموا عن الشيطان وتكلموا عن آدم وتكلموا عن الرسل إزاي بدأت أهو وإحنا ليه هنا في الدنيا ها ها إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إذن الدنيا دار اختبار الدنيا دار ممر وليس الدار مستقر الدنيا هي مكان نحن نختبر فيه والابتلاء يكون على نوعين ابتلاء قدري بالقدر يعني بالأمور يجريها الله عليك لابد أن تبين الله هذا المعنى واللوح المحفوظ والقدر وكتب يعني هذه أسس لابد أنك تبنيها في عقل طفلك وأيضا الابتلاء الشرعي بالعبودية لله سبحانه وتعالى إذن أنت تريد أن توصل لطفلك أن هذه الدنيا ما هي إلا مزرعة للآخرة وإنها ستنتهي بالموت وتبين له حقيقة هذا الموت بهذا التعريف يعني تعريف التربية بهذا نقول قد وصلنا إلى التعريف عرفنا ما هي تنمية الجوانب وإيصال الشيء إلى كماله شيئا فشيئا ولكن لتحقيق أهداف الإيمان بالله والاستسلام والإيمان بالغيب وأيضا التدرب على الأعمال الصالحة والأخلاق الحميدة والمعاملات الحلال والبعد عن الحرام وكذلك التواصي بالحق والتواصي بالصبر وهذه الأهداف التي تخرج الإنسان من الخسران المبين وهذا الإستثناء ورد في سورة العصر وبينا أنك كي تحقق هذه الأهداف لابد أن تقوم ترجمة نانسي قنقر